اليوم معنا فقرة جديدة هو مسك الراوند كيك مع الأسقاط أوكي راوند كيك أول حاجة لما أمسك لازم أأخذ خطوة للخارج برجلي اليمين منها رح أمسك وهو أمسك مسكة طوية ما أمسك هنا لأنه إذا أمسكت هنا رح يسحب رجلي على طول لازم من أمسك أقفل هنا طفلة كاملة بإيدي رح يكون ضربة الني بخروج رجلي اليمين على فم المعدة بعدين يكون الضرب مننا بالقصبة وليس بمشطة الرجل حيكون الرميم هنا بيكون بالقصبة مع إيدك تكون من فوق الرقبة وهنا يكون الضربة بتكون هنا الضربة ورح يسقط اللاعب هون هنا حتكون هنا نيه إسقاط الفقرة الثانية عندنا رح نتكلم بها عن الركبة اللي تكون على الفخد مع الدفع مع هجوم نيه هون هنا حيكون مسك هو نفس الكلنش رح يلعب نيه رح يلعب نيه رح ينزل بثنا ما ينزل رح يكون نقطة الارتكاز هنا رح أدخل ركوبتي هنا آني رح أكون بدل ما أضرب هنا رح أضرب هنا رح أضرب هنا بهذه الحركة واطلع نيه برجلي طبعا السحبة رح تكون هنا واحد هنا بدفعة بنيه أهم حاجة ما أخلي الخصم يطيح في الأرض بمنطقة القصبة مع الهروب منعدة خلنا نشوف هون طبقها طبعا هذي تستخدم أكثر شي على الحبل لما يكون اللاعب المقاتل يكون على الحبل فتستخدم هون هنا رح يكون البلوك تبعها من هاي المنطقة مسكة الراس مع الدفع في الوسط هنا تكون عشان يحرك رجلك ما يقدر يحرك رجلة حاليا حاول تضرب هنا المسكة تكون قوية هنا بالضغط الرجل تكون مفروضة الوسط يكون مفتوح الإيد تكون هنا المسكة عشان لا يضرب قلبه ولا يقدر هذا القفل تبعها اسحب واحد ثنين ثنين هنا القفل يكون يقدر إذا أنا كنت سلبي ومدى أقدر أتحرك يقدر ينزل رجلة هو هون ويضرب نية على طول يكون هو بحالة هجوم ويقفل هذا هنا يخليك الحكم تلعب من ثانية إلى ثلاث ثواني في حالة الهروب أنا رح أهرب إيدي هنا رح أسحب إيدك على طول هذا تثبت إيدك هنا رح أسحب رجلي اليسار على طول حهرب من هنا قلبه أقدر أهاجم فيه هي فيها كذا هروب كذا تحرك بس المهم الأداء الحركي يكون صحيح والانسحابات صحيحة ويكون بمنطقة أمان اللاعب وفي الختام أحب أن أشكر جميع المشاهدين على هذه الحلقة النارية وأتمنى التواصل على مواقع الاتحاد الإماراتي للمويتاي والكيك بوكسن وعلى تطبيق اليو أم وشكرا لكم